في مشروع تقاطع 77 قدس العبور في منطقة الفضيلية شرقية العاصمة بغداد تتواصل أعمال تسليح سقوف المجسرات والقوالب في المجسرات الثلاثة إضافة إلى إنجاز ركائز قبعات الأعمدة وقوالب السقوف إذ تم إنجاز الجسور العرضانية بواقع 15 جسرا من أصل 17 تثبت عليها الروافد لاحقا العمل جاري حاليا بعد إنجاز كافة فقرات المجسرات التحتانية العمل جاري في تنفيذ الجسور العرضانية الخاصة بالروافد حيث تم إنجاز 15 مجسر عرضاني من أصل 17 والعمل جاري كذلك في تركيب الروافد حيث تم تركيب أربعة فضاءات وكذلك العمل جاري في تركيب القطع الكونكريتية الخاصة في السقوف المجسر الثاني للفضاء السابع والثامن وفي جانب الكرخ من العاصبة بغداد تستمر أعمال صب الروافد الإسمنتية موقعيا لإكمال ما تبقى منها تمهيدا لنصبها على المجسرات في مشروع ساحتي عدن وصنعاء فيما تستمر أعمال القشط والتسوية والتوسعة للطرق بغية عدم تعارضها مع إنشاءات المشروع رغم سوء الأحوال الجوية مثل ما تلاحظ أمطار وعواصف عالية الحمد لله مستمرين والآن وصلنا إلى نسب إنجاز متقدمة جدا تم إنجاز جميع الركائز للجسر وقبعات الركائز والأعمدة أيضا والروافد تم نصب 102 رافدة في أماكنهم من أصل 111 رافدة بالإضافة إلى تسليح صبة الجسر في عشرة فضاءات بالإضافة إلى أعمال المقتربات الترابية باشرنا في تدعيم التربة الخاصة بمقتربات الترابية للجسر وتؤكد الفرق الهندسية أن العمل جار على مدار الساعة في جميع مشاريع فك الإختناقات المرورية بعد رفع جميع التعارضات من الكهرباء والقابلوات وشبكات الماء والمجاري بالتعاون مع الدوائر الخدمية ذات العلاقة من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية